تعالوا نشوف مع بعض الفترة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي مجموعة الاشعاعات اللي طلعت كانت من 8 الى 13 ديسمبر 2016 هيا مش مصدق انه ما بطلع على الهواء اتكلم على انه مجلس الوزراء كل اسبوع بيطلع قرار ينفي فيه اشعاعات احنا كم الاشعاعات اللي بقى موجود وسطنا وبنبني عليه خطط وبنبني عليه الحقيقة مشاكل وبنبني عليه هجوم او تأييد مع او ضد وهي اصلا القصة من الاول واهية اصلا لا اساسها لها من الصحة بقى كتير جدا يا جماعة اول هذه الاشعاعات الكلام اللي كان طلع عن الاثار قالك انه حصل اغلاق لمنطقة اثار الهرم جراء حدوث انفجار بشاريع الهرم كلام ده ما حصلش دي اشاعة وزارة الاثار نفت مأثيرة عن اغلاق منطقة اثار الهرم جراء الانفجار الذي وقع بشاريع الهرم يوم الجمعة الماضية اللي كان 9 ديسمبر 2016 ده كان جمعة الماضية مش 9 ديسمبر يا جماعة يبقى الجمعة قبل الماضية بقى اه واكدت انه منطقة اثار الهرم تستقبل زائريها من مصرين والاجانب بشكل طبيعي ومعتاد خلال موعيد الزيارات الرسمية يبقى ما فيش الحمد لله اغلاق لمنطقة اثار الهرم الخبر التاني برضو او الاشاعة التانية برضو متعلقة بالاثار كلام برضو طلع كده اليومين اللي فاتوا غريب جدا قالك ايه الحق ده وزارة الاثار بتعدم الخرايط والورق والمستندات اللي عندها اللي بيثبت مصرية جزيرتي تيران وصنفير وزارة الاثار نفت مأثيرة عن قيامها باعدام كافة الخرايط اللي بتثبت مصرية جزيرتي تيران وصنفير بحجة انها خرائط غير مكتملة او غير سليمة الوزارة اكدت انه وفقا لقرارات مجلس الوزارة بجلسته رقم 30 قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الاثرية والمتاحف والتأكد من انها خرائط سليمة وانها بتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد اي خريطة غير كاملة او غير سليمة مؤكدة انها لم تقم على الاطلاق سواء باعدام او بتداول اي خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنفير انا فاكرة من حوالي سنة ونص تقريبا تقريبا سنة ونص كان فيه خرائط كانوا يعني ضبطوها بتوزع على بعض الطلبة في بعض المدارس انا كنت ازعت الخبر ده كان ده من سنة ونص تقريبا ما فيهاش حلاب وشلاتين عاملين فيها خريطة مصر وما فيهاش حلاب وشلاتين والموضوع طبعا وصل لوزارة التربية والتعليم والمباحث والدخلية وكده ولمه الخرائط دي ففيه لعب يا جماعة بيحصل في الموضوع الخرائط ده فالموضوع ده حساس جدا فياريتنا لتزم فيه بالتقريب